هبدأ الأول بالمقالة الأخيرة المنشور في الانديبندنس حول مستقبل العلاقات ما بين القارة الأوروبية وما بين منطقة الشرق الأوسط وأنا أقدر أقول بأريحية شديدة أنا أريدته بالضبط ثلاث مرات ثلاث مرات وراء بعض يعني مدلش لنفسي فرصة كل شوية عادت أعيد القراءة بتاعته وحتى أنا كنت لسه بقول لحضرتك كنت بكلم مع أكتر من زميل وصديق لي أقول لهم أنا ما أريدش هذا الطرح على الإطلاق شكل العلاقة ما بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط اللي حضرتك خالصت فيها أنه مش في المستقبل القريب قد نجد تأثير أوروبي على قضيان الشرق الأوسطية وهنا أنا هسأل حضرتك علشان المشاهد يفهم ليه ناخدها من بعيد ونقرب المجتمع الدولي بيأكمله يتعرض حاليا ويواجه خسفة مجتملة القصص الرئيسية احنا قد بين قد بواحد عدة أقطاب النظام الأساسي بمؤسساته أمم المتحدة البنك الدولي صندوق النقد حتى العملة الأساسية الدولار كلها أصبحت محل شك وتساؤلات ارتباطا بذلك بنجد القرى الأوروبي ده كانت أغلبها غربا وكيف يشق شرقا مع الاتحاد السبياتي أوروبا حاليا جزء من هذه العصفة في مرحلة بحث عن الزيت عايزين نبقى يامنيين يساريين ولا حاجة في الوسط وإذا خدنا قضية واحدة بسيطة اللي هي احتاج غزة الأخير أول تصويت في الجماعية العامة أوروبا صوتت أغلبها في اتجاه إسرائيل صحيح مع استثناءات بسيطة تاني تصويت تتأسم ثم وجدنا رئيس وزراء إسبانيا ورئيس وزراء بورتغال هنا مع الرئيس السيسي وبيعلنوا صراحة أنه اللي بيحصل في غزة ده مخالفة للقانون الدولي ويجب وفت لق النار عكس الكلام اللي في الأول أوروبا بتبحث عن نفسها عايزة تحدد إحنا هنكون إيه بالزبط هل شرق أوروبا تبنت الفلسفة اللي هي أوروبا غربية وإنما بس انضمت كشريك وحتبعت بعض الدولي عن بعضيها واقع الأمر أن بعض الدول شرق أوروبا أصبحت غربية أكتر من الغرب والبعض الآخر يجب أن يتمسك بالمواقف اللي هي توجه شرقي لما حتى داخل أوروبا الغربية القديم بسمان كان الحديث ألمانيا وفرنسا يعني هم اللي بيقودوا أوروبا وإنجلترا قبل بريكسيت كان لها دور ما فيش النهاردة زعيم أوروبي لديه الرياضة فهي بأمانة بحث عن الزات بدون زعيم لا تستطيع الانعزال عن الشق الأوسط نتيجة الجغرافية قريبين قريبين مصالحهم قريبا معانا مشاكلنا قريبا معاهم لو حصل تهجير حتماً هيؤدي إلى أثر في أوروبا في تطرف حتماً هيؤدي إلى أثر في أوروبا والعكس أيضاً النهاردة الدول الأوروبية اللي كانت مثالية في التعامل معه الإنسان ورعاية المشاكل الإنسانية زي السويد الشمال الأوروبي أصبحت النهاردة دولة متشدرة ضد اللاجئين والمهاجرين يبحثوا عن الزات أنا أجي النهاردة هعتمد عليهم إزاي أنا بعتمد على حد يقف معي في الأزمة مش يقف معي في الزرف البسيط والحالو هم النهاردة وخاصةً كمان أضيف إلى بحث عن ذات الشق شق الآخر حدث يوكريين خلق أزمة أوروبية ودافع الأوروبيين مرة أخرى إلا الخضوع والنزول تحت الغطاء الأمني الأمريكي فأوروبا لسه لها فيها عقد من الزمن قبل ما نقدر نقول التوجه الأوروبي كذا والتوجه الأسيوي كذا والتوجه الأمريكي كذا لسه ترجمة نانسي قنقر